كشفت صور أقمار صناعية لتوقطت مؤخرا أن جنش الاحتلال الإسرائيلي وسع إثنتين من قاطه العسكرية في غزة بشكل كبير تمهيدا لتوسيع نقاط تمركوزي وبدأ في نقل معدات عسكرية إليها إضافة إلى مواقع لإقامة الجنود وبنية أخرى للتزود بالكهرباء النقطتان العسكريتان بحسب صحيفتها أرستقعان عند ممر نتسريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه الأولى عند التقاطع مع شارع صلاح الدين والثانية عند التقاطع مع شارع الشاطئ